بعد خمسة أسابيع من فقدان الطائرة الماليزية بدى رئيس الوزراء الأسترالي أكثر تفاؤلاً بحل لغز اختفائها الذي حير العالم بأسره وقال توني أبوت إن مسؤولي البحث والإنقاذ في أستراليا واثقون من أنهم يعرفون الموقع التقريبية للصندوقين الأسودين للطائرة كما شدد أبوت على أهمية عامل الوقت نظراً لأن بطاريات الصندوقين الأسودين توشكوا على النفاذ وصلنا إلى مرحلة بدأت فيها الإشارات التي اعتقدنا أنها تعود للطائرة بالزوال نحن نأمل بالحصول على أكبر قدر من المعلومات قبل اختفاء هذه الإشارات لقد أصبحت مساحة البحث أصغر وأنا على ثقة بأن ما رصدناه مصدره الصندوق الأسود لكن أنغس هيوستن رئيس فريق البحث الأسترالي قال إن تحليلاً للبيانات الصوتية أكد أن الإشارة الأخيرة ليست على الأرجح من الصندوقين الأسودين للطائرة وقال هيوستن في بيان إنه من واقع المعلومات المتاحة لدي لم يحدث تقدم في جهود البحث عن الطائرة وركزت عملية البحث الجمعة على مساحة صغيرة نسبياً بالمحيط الهندي بعد أن أضفت أحدث ذبذبة نوعاً من المستقية لأربع ذبذبات سافقة التقطها جهاز تابع للبحرية الأمريكية وربما يقدم سجل بيانات قمرة القيادة بالصندوقين الأسودين إجابات عما حدث للطائرة عندما اختفت في الثامن من مارس آذار وطارت آلاف الكيلومترات بعيداً عن مسارها من كوالا لامبور إلى بكين من جهة أخرى كشف مسؤولان ماليزيان رفيعا المستوى أن الحكومة بدأت تحقيقاً حول الطيران المدني والسلطات العسكرية الماليزية لتحديد المسؤول عن الإضطراب الذي حدث خلال الساعات الأولى التي أعقبت انقطاع الاتصال بالطائرة وهي أخطاء قادت إلى تركيز البحث في المنطقة الخطأ خلال الأسبوع الأول وكانت المعارضة الماليزية طالبت بتحقيق بلماني بشأن ما حدث على الأرض في الساعات الحاسمة الأولى لاختفاء الطائرة لكن مسؤولين حكوميين قالوا أن مثل ذلك التحقيق لن يتم إلا بعد العثور على الصندوقين الأسودين سعد الدوسري بي بي سي ترجمة نانسي قنقر